هنبتدي بحضراتكم بالدوري الالماني حيث توجى انتر ميلن الدوري الايطالي بقى الكالاتشو عشاق الكالاتشو الدوري الايطالي والخبر الانتشر على مدار الساعات الاخيرة والسوشيال ميديا بقى كانت مقلوبة بتتويج انتر ميلن باللقب للمرة العشرين في تاريخه وزي ما حضراتكم شايفين شوارع ايطاليا والاحتفالات وفي الحقيقة بحس دايما ان الجمهور الايطالي قريب شوية بشغفه وحبه لكرة القدم زي الجمهور المصري ده طبعا بعد فوز مثير على حساب منافسه التقليدي ميلن بنتيجة 2-1 في اطار الجولة 33 من الدوري الايطالي الفوز رفع رصيد انتر للنقطة 86 في صدارة الترتيب مبتعدا بفارق 17 نقطة كاملة عن ميلن الوصيف ده قبيل خمس جولات من نهاية المسابقة مباراة التويج كانت عصيبة كالعادة وكان فيه 3 بطاقات حمراء في الاكسترا تايم او في الوقت بدل الضايع للعبي الفرقين موسيقى موسيقى من الدوري الايطالي نروح للبرامير ليج واثارة الدوري الانجليزي الموسم الحالي وكعادة كل موسم بقى ونشوف تصريحات يورجين كلوب المدير الفني للفريق لليفر بول ده مقال ان هو بيستعد بشكل كبير جدا لمباراة ايفرتن بكرا ان شاء الله في الجولة 34 من البطولة كلاب اتكلم في الجزء الاخير من الموسم لا يتعلق الامر بلعب افضل كرة الامر بيتعلق بالفوز بالمباريات واعتقد اننا نعرف كيفية القيام بذلك كلاب كمان قال ان فريقه هيقاتل للحصول على لقب البريمير ليج رغم ان الامر مش في ايد فريقه وقال دعونا نعطي افضل ما لدينا ونبذل قصارى جهدنا كلاب اكد على غياب المهاجم ديجو جوتا لمدة اسبوعين بعد تعرضه للاصابة في الجولة الماضية وخلاص بيودع كلاب البريمير ليج وبيودع ليفر بول بعد ما استقر ان هو خلاص هينهي رحلته بنهاية الموسم ولما سؤل هتعمل ايه بعد طبعا ما تنهي مسرتك مع ليفر بول قال انا هتفرغ ان انا اتعلم الطبخ واتعلم الرأس فهو الراجل في الحياة من الواضح جدا ان هو عايز يفصل كده سنة او سنتين مع اهله واسرته ومن حقه واي مدرب كبير شوفنا باب جوارديولا شوفنا زين الدين زيدان بعد كل حقبة مع فرقة بيمسكوها بياخدوا جاب هير كده او سنة بتكون اجازة مع الاهل والاسرة وقد ايه هما بيقدروا قوي قيمة العائلة لسه مع اجواء الكرة الانجليزية حيث قرر نادي ااستون فيلا مكافئة المدرب الاسباني اناي امري على النتائج المميزة اللي حققها الفريق في الموسم الحالي المدرب الاسباني مدد عقده مع الفريق حتى عشرين سبعة وعشرين حيث كان عقده مع الفريق يمتد لصيف عشرين ستة وعشرين امري طبعا نجح حتى الان في قيادة ااستون فيلا لاحتلال المركز الرابع فالبريمير ليج برسيد ستة وستين نقطة وما ادراك ما المربع الذهبي في البريمير ليج ليصبح قريبا من التأهل للشامبينز ليجة الاوروبي او لدوري ابطال اوروبا فضلا عن بلوغه نصف نهائي دوري المؤتمر نروح للاتحاد الانجليزي لكرة القدم اللي اعلن عن يوم السبت خمسة وعشرين مايو المقبل موعد لمباراة بطولة كأس الاتحاد الانجليزي وهي المباراة النهائية اللي هتجمع بين منشستر يونيتد ومنشستر سيتي حامل اللقب الفريق الفائز بالكأس يحصل على مكافأة قدرها اتنين مليون جنيه سترليني بينما الفريق اللي هيخسر هيحصل على مليون سترليني منشستر سيتي وصل للمباراة النهائية على حساب فريق تشيلسي بينما تخطى منشستر يونيتد فريق كوفانتري سيتي بركلات الترجيح اربعة اتنين بعد التعادل تلاتة تلاتة في الوقت الاصلي والاضافي اشتركوا في القناة